إذن بدأوا الدرس ديال الدالة الأسية إذن الدالة الأسية درس دياله الدالة الأسية أو إكس بود إكس أو الأسية إذن هي دائما دالة أو لا نقول أن الدالة الأسية هي دالة معرفة على يعني مهما يكون إكس ينتمي إلى فهي دائما الإكس بود إكس معرفة على دائما لها صورة دائما إكس بود إكس أكبر من زيرو إذن كذلك كحالة أخرى يمكننا أن نشوفها هدو أمور سنعرفوهم قبل ما نبدأوا الدرس ديال الدالة الأولى نغوص في دراسة الدالة الأسية سنعرفوا باللي هي دالة معرفة على كذلك إكس بود إكس أو هذي الكتابة هذي اللي نكتبو عليها الشكل هذي اللي هي إكس بود إكس يعني هذي أو هذي وهذه الكتابة المختصرة أو الجديدة ديال إكس بود إكس هي الدالة العكسية العكسية للإلين دو إكس إذن دالة إكس بود إكس هي الدالة العكسية للإلين دو إكس كذلك كملاحظة أخرى اللي خسن نكون نعرفها حسن نعرف بلي الإكس بود إلين الاكس بود إكس بود إكس بود إكس بود إكس بود إكس تساوي واحد إذن من بعد ما عشنا هذه الملاحظات اللي خصنا نكونوا كنعرفوهم على الدالة الأسية النيبيرية إذن خصنا نشوفو بعض الخاصيات اللي نستعملوهم في التبسيط باش نمشيوا من بعد الدراسات الدالة إكسبو يعني النهايات الشيقاق جدول التغييرات إلى آخرين خاصيات اللي خصنا نكونوا عارفوهم على الدالة إكسبو نوسيا أول خاصية اللي عم بدوا فيها بدوا بها إن شاء الله الإكسبو ناقص إكس إكسبو ناقص إكس هذه شنو كتساوي كتساوي هي واحد للإكسبو د إكس بصيفة عامة ره الخاصية الإكسبو هم نفس الخاصية ديال القيوة اللي شتوف سنوات سابق إذن خاصية الأولى هذه هي الإكسبو ناقص Èico كتساوي Server واحد على الإكسبو ديال الإكس فيما outward كذلك الـ إكسبو الخاصية أخرى إكسبوك intentionally إذن هذا ما تساوي إذا هدي شنو كتساوي Well, x ناقص إéis خاصية الثالثة وهي X.X مضروبة في X.Y تساوي X.X زائد Y كخاصية أخرى X.X هذه مهمة بزاف X.X كنت نفعنا وسيرتو في النهايات أو في الدواء الأصلية X.RX كنت نفعنا هذه كنت نفعنا X.X الكل أس R يعني هات العدد هذا نحاول نعطي مثال على كل خاصية من هذه الخاصيات كذلك هذا كشرط أساسي إذا كان لدينا X.X أكبر من X.Y هذا كيف تكافئ باللي X أكبر من Y وكذلك إذا كان لدينا X pod X يساوي X pod Y مثلا X pod X يساوي X pod Y X تكافئ X يساوي Y إذا هذو كخاصيات خصني ضروري نعرفهم باش يمكن اللي نخدم بهم أو نبسط بهم أو ندير بهم دراسة الدالة إكسبونانسيال إذا نحاول ناخد أمثلة اللي نزيل نوضح فيهم أكثر هذو الخاصية هذو أو كيفية العمل به مثلا بسيط ما يلي عدنا A ناخد A تساوي X بو ناقص X ضربة في X بو ديال جوج X إذا A تساوي عدنا هنا X بو ديال ناقص X مضربة في X بو ديال جوج X إذا هي الخاصية هذه X بو X مضربة في X بو Y يعني بصفة عامة قوى عددين لهم نفس الأساس يعني كما أسبق لك رأهم نفس القواعد ديال القوى إذا ما تساوي لهذه X بو ناقص X زائد جوج X إذا ما تساوي هي X بو ناقص X زائد X طبيعة الحال ونحن نعرف X بو ناقص X هي 1 على X إذا A تساوي A تساوي 1 على X بو X بصفة العدد ديالي بهذا الشكل هذا أو بالاعتماد على الخاصيات ديال التبسيط نرى مثال آخر B تساوي مثلا عدنا هنا B تساوي X بو جوج ناقص X الكل أس 2 مضربة في X بو 3 X ناقص 4 إذن أول حاجة يمكن اللي نشتغل بهذا الخاصية عدنا X بو X الكل أس R تساوي R X بو X بمعنى تقولين هنا تقولين هذي هي X بو ديال جوج ناقص X وهذا العدد هذا اللي هو الأس على نفس الطريقة ندل جود نضربة في X بو ديال 3 X ناقص 4 إذن تساوي نحاول نشرح هنا X بو عدنا هي 4 ناقص زوج X نضربة في X بو 3 X ناقص 4 تساوي X بو إذن من بعد نخدم الخاصية الأولى ديالي اللي هي X بو X بو Y إذن نحاول نقدر نخدم بهم كاملا في نفس تبسيط واحد إذن تساوي هي 4 X 4 ناقص جوج X زائ 3 X ناقص 4 إذن تساوي B تساوي 4 ناقص 4 اللي هي 0 ناقص جوج X زائ 3 X اللي هي X وبالتالي B تساوي X بو X إذن هذه أحد الأمثلة على تبسيط نقدر نزيد مثال آخر مثلا إذن ناقص المثال آخر ساوي X بو جوج X ونضرب X بو 3 X إلى X بو X كل أس 4 إذن هذه بكل بساطة نحاول نطبق الخاصية الجداء X إذن تساوي X بو X X زائد وشنال الخاصية 3 X هنا كذلك تساوي X بو 4 X إذن تساوي بكل بساطة X بو 5 X إلى قسم X بو 4 X إذن تساوي هي X بو 5 X ناقص 4 X يعني طبقنا الخاصية X بو X X بو Y هذه تساوي X بو X ناقص Y إذن هذه الخاصية التي شغلنا بها من هنا إذن تساوي X بو X إذن C كذلك X بو X X اشتركوا في القناة